قامت محافظ دميات من العواد باستلام قافلة تتضمن 100 ألف شجرة لزراعاتها بالمحافظة وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وشهدت محافظ دميات بما تستهدف هذه المبادرة للتوسع في المساحات الخضراء وتحسين جودة الهواء وأيضا الحد من مخاطر الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية لافتة إلى أن المبادرة تعكس جهود الدولة للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة تم التنسيق مع المراكز والمدن أن يتم زراعة الأشجار دي في مراكز الشباب في مدارس في الشوارع المحتاجة أشجار طبعا المبادرة دي ممتازة جدا وليه أهداف كويسة جدا كان فيه ناس كتير قوي في المواطنين من فترة بينادوا بأن بقى فيه أشجار مصمرة وفعلا الأشجار مصمرة دي تم تلبيت رغباتهم وفيه أشجار مصمرة النهاردة هنتم زراعتها مبادرة كويسة وشجر جميل ومصمر وبنشكر سيادة الرئيس على هذه المبادرة الجميلة وشجر بينفع الناس كلها ترجمة نانسي قنقر